السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إطار الإسعداد للموسم الجامع المقبل ومواكبات الطلبة الجدد بالكلية إيكوفين ستقدم لكم فيديو على نظام الدراسة في الجامعة المغربية نظام الدراسة في الجامعة المغربية مع أن يحتاج لقب نظام الدراسة بالتانوية نظام الدراسة بالجامعة كيعتمد على ما يسمى بنظام LMT اللي كيتكون من ثلاثة ديال الأسلال اللي هما الإجازة، الماستر والدكتورة ومن هنا جاءت تسمية دياله بال LMT اللي هي الحروف الأولى ديال الليسانس L الماستر M والدكتورة D بنسبة لسلك الإجازة كيتكون من ستديال السوداسيات أي ستديال الدورات اللي هي تلت سنين بعد البكالوريا بنسبة لسلك الماستر كيتكون من ربع ديال السوداسيات اللي هي سنتان بعد الإجازة أي خمس سنوات بعد الباكالوريا وفي الأخير سلك الدكتوراه اللي فيه ثلاثة سنوات على الأقل من بعد الماستر بالنسبة للإجازة لكسي لها كيكون مباشر أما الماستر والدكتوراه داروا من إجراء المجموعة ديال المباريات بالنسبة للنظام الدراسة بالجامعة كيعتمد على نظام الموديولات السيستام موديولي حيث أن السنة الجامعية كتكون من جوجة الأسدوسين أي دورتين إلا أخذنا مثلا السنة الأولى فيها دورة أولى اللي هي الدورة الخريفية S1 سمستر أ ودورة تانية اللي هي الدورة الرابعية S2 وكل دورة كتكون من سبعا ديال الوحادات أو الموديولات وباش تحصل على المعدل في داك الموديول خلصك تحصل على معدل لا يقل على أشرة كما قلنا الموديول هي وحدة أساسية من نظام تكون كتكون واحد المادة اللي غد يتقرر باللغة الفرنسية وهذا الموديول أو هذه المادة كتكون على شكل إما دروس نظارية ديكور تيوريك كتكون على المدراجات ولا دروس موجهة لتخفو ديغيجة على شكل تماري أو دروس تطبيقية أو مشروع أو استاش الغلاف الزمن اللي كنخصو لكل موديول كتكون تراه بين 40 و 50 ساعة وكتكون على مدار دورة كاملة أو سداسي السنة الجامعة كما قلنا كتكون نجوج ديال السداسيات المدة ديال كل سداسي أو دورة هي 16 أسبوع أي 4 ديال الأشهر ديب نشوف نظام الامتحانة تقويم الجامعة في نهاية كل أسدس أو دورة غادي تدوزوا هد الامتحان كتابي في جامعة الوحادات إلا جبتي عشرة فما فوق في الموديول فهد الحالة رك فاليديت كنقولو بين الموديول يفاليد ميكين بعض الحالات فاش كتجيب قل من عشرة فهد الحالة ممكن تكامل إلا أسدس كامل هدولي شنا هو التكامل باش نبسط لكم هاد المفو نفترضو أنك جبتي في واحد الموديول الثمانية واحد الموديول الثناش يعني ذاك الموديول اللي جبتي فيه الثناش واحد جوجي النقاط غادي تساعدك باش تغطي بها ذاك النقص لعندك ذاك الموديول اللي جبتي فيه ثمانية بحيث أنك يلاجمت ثمانية مع الثناش ستعطيك عشرين وغادي تقسم معلج ستعطيك عشرين هنا نقول بأن أقعد لكم غير هنا هاد لكم ما كان هدرو إليها حتى تفاليد الأسدس كامل كيف تفاليد هاد الأسدس تفاليد الأسدس إلا كالمؤد اللي حصلت عليه في جميع الموديول هاد يسوي على الأقل عشرين يعني نفترضو بطاعة في السنة الأولى عندك سبعة دي الموديول على الأقل ستجيب سبعين يعني عشر في كل الموديول عشر في سبع هي سبعين ولكن كين شرط آخر هو أن ما يكون شتاش موديول من دوك الموديول النقطة في قل من خمسة بالنسبة للنظام الامتحانات كما قلنا في الحالة اللي ما يتفاليد في هال أسدوس مثلا الدورة الأولى مثلا في السنة الأولى يعني أن المعدل لديك تقل من عشر ممكن في هذه الحالة يتكم بوضع مع السميستر لمع في نفس السنة في نظام الإجازة لدينا ثلاثة سنوات وفي كل سنة لدينا الدورات يعني الدورة الأولى والدورة الثانية في السنة الأولى يعني S1 أو S2 والدورة الأولى التكامل بين جوج ديال الأس دوسين من نفس سنة يعني أن S1 قد نكمل مع S2 و S3 و نكمل مع S4 و S5 نكمل مع S6 أما التكامل بين S1 و S6 لا يوجد أو بين S2 و S4 لا يوجد الشرط كما قلنا المعدل ينقاط المحصل عليه في الأس دوسين أكبر أو يساوي أشرا مثلا سنة S1 سعود و سنة S2 11 إذن هنا 11 زائد سعود ستعطينا 20 و نقسم معلوج ستعطينا 10 والشرط الثاني كما قلنا لا تكون جاي في موديول قل من 5 هذا شرط ضروري يعني أن تكونوا كذلك الامتحانة تحاولوا قل من 5 تفادوها نعطوا مثال لكي نفهم أكثر متى عن نسبة الموديول جبت في الموديول الأولى ثمانية الموديول الأخرين حتى السبعة جبت فيهم المعدل إذن هنا كان جمع و تلقى بأن المجموعة هو 72 نقطة نقسمها على سبعة كنتعطينا معدد كثير من عشرة إذن كان قل بأن حالة دخلت الطورة الأولى كاملة لأن المهم هنا هو أن المجموعة للموديول بسبعة يكون 70 والشرط الثاني هو أن المعدة للموديول لا يقل على خمسة أن الموديول الأولى نواء يمكن أن يكون ثمانية لا يمكن المعدة ممكن أن يتكم في هذه الحالة المثال الثاني الموديول يمكن أن يكون ثلاثة فالجمع هذا الموديول بسبعة أعطان ثلاثة وثمانية يعني معدل قريب 12 وكأن في هذه الحالة كان يقول أن الموديول لا تفاليد لماذا يجب أكثر من عشر في الموين جنرال لأن يجب الموديول واحد وحد النقطة قل من خمسة كان يقول أن يجب الموديول لأن الموديول واحد كما قلنا حصلنا في المعدة يقل عن خمسة هنا كما قلنا ممكن التنكمل بين الموديول بالرغم مجموعة الموديول سبعين نقطة إذن يجب أن تدخل في هذه الموديول لكي تسمى دخلت السوميستر لماذا هذه المسألة هنا يجب أن نفهم بأن كان علاقة بين السوميستر مثلا السوميستر الأول في كل سنة جميع يعني سوميستر الأول سنة الأول س س س س س س س س كان واحد علاقة بين الموديول الدورة الأولى في السنة الأولى كيف تقرأ الموديول كاملين دي الدورة دي السنة الثانية يعني إستر لكي نبسط لكم هذه المسألة سننخذه ما يسمى بالمقابلة الوحدة للأساس الأول شوفوا ما يمزين فالخانة دي الموديول كاملين في الس أقول مثلا نجب 70 الأقل ومعنك نقطة قليلا من 5 في موديول من هذه الموديول في هذه الحالة لديك الحق تقرأ جميع لموديول دي ال استروا هو ما يسمى بالموديول دي الدورة الأولى في السنة الثانية مزيح إذا افترضنا مثلا بأنك ما فاليديت الش سمستر مثلا نقول فاليديت مثلا لموديول مثلا نقول 3 و 45 و 75 و ما موديول م 1 و 2 هد m 1 و 2 ما موديول لاني prochaine سنة مقبل ستقرأ m 1 و 2 م ما نقش الحق تقرأ ما يسمى m 2 و 1 les problèmes économiques et sociaux و l'économie monétaire et financière دي ال s 3 1 لك نحن ستقرأ في 1 2 1 1 1 نفس شيء بالنسبة لل 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2